والآن مع كلمة السفيرة سوها سمير ناشد وزيرة دولة للهجرة وشؤون المصريين والخارج فلتتفضل دولة سيد الرئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أساد الوزراء وكبار المسؤولين والعلماء والأطباء وخبراء السياحة المشاركون معنا اليوم في هذا المؤتمر الهام أهلا بكم في القاهرة أقدم عواصم الطب في العالم وأشهرها وأكثرها أهمية من حيث المواقع الاستشفائية العلاجية على مستوى العالم وكنز من كنوزه التي لم يستفد بها العالم بالقدر الكافي حتى هذه اللحظة حيث ظلت لعقود طويلة خافية على الكثيرين عدا من يعرفونها بشكل قريب الواحات البحرية سيوة سفاجة عيون حلوان عيون موسى رمال سفاجة السمراء جبال الملح الأبار الكابريتية وخصوصا الأبار الساخنة منها عيون السر والمسمى بالعيون السحرية وغيرها الكثير من الكنوز التي أود أن نواجهها لدكتور عوض تاجدين وكذا السيد المحافظ خالد فودة محافظ جنوب سيناء الشكر لتنظيمهم هذا المؤتمر الهام اليوم الذي من شأنه أن يسلط الضوء على هذه الكنوز التي نعرف قيمتها جيدا في مصر السادة والسيدات منظومة السياحة الاستشفائية لها أضلع ثلاثة وأضلع ثلاثة غاية في الأهمية لا يمكن الاستغناء عن إحداها الطبيب والمريض والموقع السياحي أو الموقع الاستشفائي وبالنسبة للمواقع الثلاثة وبالنسبة لهذه الأضلع الثلاثة الهامة تعتقد وزارة الهجرة بأن لها دورا كبيرا في ثلاثتها فبالنسبة للطبيب وزارة الهجرة وهي معنية الوزارة المعنية بـ 14 مليون مصري في الخارج منهم الكثيرون من الأطباء الذين أصبحوا علامات ورموز علمية غاية في الأهمية على مستوى العالم معروفون بالاسم ومعروفون بالخبرة ذوي أبحاث علمية ضخمة وهي على علاقة التواصل مستدامة بهؤلاء الأطباء ومنهم الكثيرون متحدثون في مؤتمرنا هذا وأيضا الكثيرون موجودين أونلاين أنا عارفة أن فيه بس أونلاين لهذا المؤتمر الغاية في الأهمية يتابعون مخرجات والتوصيات التي ستظر عن هذا المؤتمر هذه العلاقة القوية تؤدي بوزارة الهجرة إلى أن تكون حلقة وصل ما بين هؤلاء الأطباء الهامين وما بين الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية وهو ما دعا إلى وجود قناة مباشرة بين وزارتي الهجرة والصحة تفعيلا لدور هؤلاء الأطباء ودورهم في مجال الصحي في مصر من خلال الكثير من الإجراءات التي يقومون بها دعما لوطنهم الأم ومن خلال أيضا التواجد مع هؤلاء الأطباء من خلال المجموعات التواصل بشكل مباشر وبشكل يومي والكثير من المشروعات التي يقومون بها وكان آخرها المدن العلمية التي يعدها ويستثمر فيها عدد من الأطباء المصريين الموجودة في مصر وفي مجالات البحث العلمي والمجالات المستلزمات الطبية وغيرها الشق الثاني والضلع الثاني وهو الخاص بالمعالج أو المريض وهو أيضا الشق الذي تهتم به وزارة الهجرة أخذ في الاعتبار أن الكثير من المصريون في الخارج سواء كانوا من أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع من دارس الطب أو سواء كانوا من أبناءنا المستديمي الزيارة إلى مصر الحبيبة لزيارة الأهل والأصدقاء أو سواء كانوا من كبار السن والمعاشات وهو ما يدع العلاقة قوية ما بين وزارة الهجرة ونفس حلقة الوصل التي تقوم بها بالاتصال مع وزارة السياحة سعيا لخلق المزيد من البرامج التي تخلق لهؤلاء موجود في بلدهم الأم وخصوصا بالنسبة لكبار السن والصفقات السياحية للاستشفاء وكذا الصفقات السياحية الخاصة بالوجود خلال أشهر الإجازات وأشهر المعاش التي يسعون فيها إلى التواجد في أثناء الشهور الباردة في دولهم التي يقيمون فيها وهو أيضا دور نعتقد بأنه غاية في الأهمية ودور حاسم في العلاقة مع وزارة السياحة ومع وكلاء السياحة في مصر ومع هيئة تنشيط السياحة ومع جميع القائمين على الفنادق والسياحة في هذا المجال الدور الثالث أو الضلع الثالث التي تعتقد وزارة الهجرة في وجود غاية وأهمية كبيرة لدورها فيه وهو الشق الخاص بالمواقع السياحية والاستشفائية التي نعتقد فيه وجود أهمية ضخمة للاستثمار فيها وده اللي بتشتغل عليه وزارة الهجرة مع جماع المستثمرين ولدى المصريون في الخارج الكثير من المستثمرون المعروفون على مستوى العالم باستثماراتهم في هذا المجال وجاءت من بين هذه الأمور الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج الذي تم تسجيلها في هيئة التنشيط في هيئة الاستثمار الهيئة العامة الاستثمار والتي يعتزم مؤسسوها أن يكون مجال السياحة هو أولويات هذه المجالات هذا الدور أيضا ينطلي على الكثير من التعاون القائم ما بين وزارة الهجرة وما بين المستثمرين المصريين من خلال الكثير من الندوات من خلال الكثير من الأدوار التي تقوم بها سعيا لتزليل أي التحديات لهؤلاء للاستثمار في مصر السيدات والسادة مؤتمركم اليوم مؤتمر غاية في الأهمية ذو رسالة عالمية من المفترض أن يضع مصر على خارطة طريق السياحة الاستشفائية التي يتعين عليها أن تحتلوا ننتظر الكثير من التوصيات ننتظر الكثير من الإنجازات في هذا المؤتمر ونعدكم بأن نكون أول العازمين على أن نقوم بتنفيذها شكرا جزيلا